لنتعلم الآن الضرب القياسي أو ناتج حاصل الضرب وهو واحد من اثنين لضرب المتجهين وهو الأسهل إذن ما هو الضرب القياسي؟ أولا سأعطيك تعريف ومن ثم تتعرف على الشيء البديهي لنفرض أن لدينا متجهين متجه A متجه A.B متجه A ضرب B ويمكن أن نعبر عن الضرب القياسي بوضع نقطة هنا إذن هذا يساوي مقدار A مقدار متجه A ضرب مقدار متجه B ضرب الجتة الزاوية ضرب الجتة الزاوية بينهما من أين يأتي هذا؟ قد يبدو هذا اعتباطيا لكن هناك تفسير مرئي لذلك قد يجعله منطقيا لنرسم بشكل اعتباطي هذان المتجهان هذا متجه A متجه لطيف وكبير وهذا جيد لإظهار النقاط وسنرسم المتجه B هكذا هذا متجه B لنرسم جائب الزاوية أو بالأحرى الزاوية بينهما وهي ثيتا هناك طريقتين للنظر إلى هذا لنسمي هذا متجه A أحاول أن يكون اللون موحد حسنا هذا متجه B هناك طريقتين لإظهار هذا الضرب يمكن إظهاره كمتجه A لأن الضرب هو تربطي يمكن تبديل الأطراف وهذا يمكن كتابته كمقدار متجه A ضرب جيب الزاوية ضرب جتا الزاوية ثيتا ضرب لنختار لون مناسب ضرب متجه B ضرب متجه B وهذه المرة سيكون ضرب قياسي هذا ضرب منتظم لأنها هي كمية قياسية عندما ترى النقطة بين المتجهين فإن هذا هو ضرب قياسي إذا كان علينا إعادة ترتيب المعادلة ماذا تعني؟ ماذا تعني A جتاء الزاوية لدي سؤال إذا أسقط زاوية هنا عمودية على B إذا نأخذ هذا ونسقط الزاوية على B فإن جتاء الزاوية ثيتا الجتاء الجتاء جتاء الزاوية ثيتا سيساوي المجاور على الوتر المجاور على الوتر حسنا ما هو المجاور؟ إنه يساوي هذا والوتر يساوي مقدار A أليس كذلك؟ لو نعيد كذابة هذا جتاء ثيتاء وهذا ينطبق على المتجه A إذن جتاء الزاوية يساوي المجاور المجاور على الوتر إذن لا أعلم ماذا يمكن أن نسمي هذا هو الإسقاط من A إلى B وهذا مثل لو أسقط شعاع عمودي على B ولو كان مثلا مصدر ضوء هنا وكان ضوء للأسفل المستقيم سيكون A على B كما لو أنه ظل أو يمكن التفكير فيها كأنها جزء من A يسير باتجاه B هذا الإسقاط على الأقل بطريقة التي أو كون بها حدثة عن الإسقاط إذا كان مصدر ضوء يأتي عمودي ماذا سيكون الظل لهذا المتجه على هذا المتجه؟ إذا فكرنا به هذا الظل هنا هذا الظل هنا يمكن تسميته تسمية هذا بإسقاط A على B لنسميها A B أو A بالنسبة لB وهي كم هي نسبة متجه A بالنسبة إلى متجه B المجاور على الوطر والوطر هو مقدار متجه A إنها مجرد حسابات أساسية طريقة أخرى لعمل هذا هو ضرب الطرفين بمقدار متجه A ويمكنك الحصول على الإسقاط من A B في هذا في هذا الجانب الجزء من A الذي يسير الذي يسير في نفس اتجاه B ويساوي ضرب كلا الطرفين ضرب مقدار A ويساوي مقدار A جتا الزاوية ثيتا وهو بالضبط ما لدينا هنا وهو تعريف الضرب القياسي أو حصل الضرب القياسي وطريقة أخرى لتصور الضرب القياسي هو أنه يمكن استبدال هذا الطرف بمقدار A على B وهي هذه ضرب مقدار B هذا مثير للاهتمام كل الضرب القياسي من متجهين لنأخذ المتجه لنحاول أن نعرف ما هي مركبات المقدار التي تسير في نفس الاتجاه ونضربهم كما هو الحال وبماذا هذا يفيدنا حسناً ماذا عن الشغل؟ عندما تعلمنا الشغل في الفيزياء الشغل هو القوة ضرب المسافة إنها ليست القوة الكلية ضرب المسافة الكلية هي القوة التي تسير بنفس الاتجاه للمسافة يجب مراجعة القائمة الفيزيائية إذا كنت تشاهد هذا في قائمة التفاضل وتكامل لنفرض أن لدينا الجسم وهذا الجسم مقداره 10 نيوتن موضوع على الثلج لا يوجد احتكاك لا داعي لتفكير بالاحتكاك الآن لنقول أننا سحبنا هذا الجسم لنقول أنه متجه القوة هو هكذا إذن متجه القوة هو 100 نيوتن لنقول أن متجه القوة يساوي 100 نيوتن أثرنا عليه بقوة مقدارها 100 نيوتن أحاول إختراع أرقام إذن 100 نيوتن هذه القوة لنفرض أننا سحبنا هذا الجسم أقونا بجاره لليمين إذن متجه المسافة هو 10 متر موازي للأرض إذن قمنا بسحبه بمقدار 10 أمتار موازية للأرض والزاوية بينهما هي 60 درجة الزاوية بينهما هي 60 درجة وهي نفسها باي على ثلاثة لكن ما زلنا نأخذ الدرجات وهذه المسافة هنا 10 متر والسؤال هو نتيجة السحب هنا بالحبل أو بأي شيء بزاوية مقدارها 60 درجة وقوة مقدارها 100 نيوتن ونسحب هذه الكتلة لليمين لمسافة 10 أمتار ما هو الشغل المبذول؟ حسنا الشغل هو القوة ضرب المسافة ولكن ليست فقط القوة القلية لكن هي مقدار القوة في إتجاه المسافة ما هي مقدار القوة في إتجاه المسافة؟ ستكون المركبات الأفقية للمتجه المركبات الأفقية لمتجه القوة أليس كذلك؟ إذن ستكون 100 نيوتن ستكون 100 نيوتن ضرب جتا الزاوية 60 وستكون باتجاه اليمين أو طريقة أخرى لإظهاره إذا كان هذا متجه القوة إذا كان هذا متجه القوة وهنا متجه المسافة يمكن القول أن شغل الكلي المبذول يساوي الشغل الكلي المبذول يساوي متجه القوة ضرب متجه المسافة وهنا لدينا ضرب قياسي إذن متجه القوة ضرب المسافة ونحن نعلم أن هذا التعريف هو مقدار متجه القوة وهو 100 نيوتن ضرب مقدار متجه المسافة وهي 10 أمتار ضرب الجتا الزاوية بينهما وهي 60 وهي 60 درجة وهذا سيساوي 1000 1000 نيوتن متر 1000 نيوتن متر ضرب جتا الستون ما هو جتا الستون؟ جتا الستون يساوي جذر الثلاثة على اثنان هو جذر الثلاثة على اثنان كما أذكر ضرب إذن ضرب الجذر الثلاثة على اثنان إذن 1000 على اثنان تساوي 500 500 ضرب الجذر الثلاثة 500 ضرب جذر الثلاثة جول أي إن كان هذا 700 أمي قارب أنا فقط أخمن 800 ممكن لست متأكدة لكن الشيء المهم هو إدراك أهمية الضرب القياسي ممكن تطبيقها في الشغل إذا إنها تسحب أي مركبات من أي متجهات تسير في اتجاه واحد ويمكن تفسير ذلك يمكن القول أن هذا مقدار A ضرب مقدار B ضرب جتا ثيتا وهذا ممكن وما هي B جتا زاوية ثيتا حسنا إذا أخذت B جتا زاوية ثيتا وكتمرين لك هذا مقدار مقدار متجه B الذي يسير في اتجاه A لا يهم بأي ترتيب تقوم به عندما نستخدم الضرب الاتجاهي يهم إذا كان الضرب A ضرب B بينما في الضرب القياسي لا يهم الترتيب في الضرب حسنا بي جتا ثيتا هو مقدار متجه B الذي يسير في اتجاه المتجه A إذن نرسم خط عمودي هنا خط عمودي هنا على B بي جتا ثيتا هو سيكون المتجه سيكون المتجه هذا هو بي جتا ثيتا هذا هو مقدار بي جتا ثيتا ويمكن أن تقول كم هو المقدار B الذي يسير في اتجاه A ثم نضرب مقدار الاثنين أو يمكن القول كم مقدار A يسير بنفس اتجاه B ومن ثم ضرب المقدارين هذا الوقت المناسب أعتقد لتدركه الفرق بين الضرب القياسي والضرب الاتجاهي الضرب القياسي النتيجة هي رقم تضرب متجهين وكل ما تحصل عليه هو الرقم والنتيجة هي كمية قياسية ولماذا هذا مهم حسنا إنه يعطينا كم هذه المتجهات أو يمكن أن تقول كم يدعم أو يعزز كل متجه الآخر لأنه عند أخذ المقادير لها جزء من هذه المقادير تسير في نفس الاتجاه والضرب الاتجاهي هو العكس من ذلك نأخذ المركبات المتعامدة الإختلاف هو جيب الزاوية الفيتا لا أريد تشويه الصورة هنا الآن لكن يجب أن تعود للفيديوهات عن الضرب الاتجاهي وسأقوم بفيديو خاص عن بينهما لكن في الضرب الاتجاهي نقول لنضرب المقدار لكل المتجهان المتعامدان على بعضهما وبحيث لا يسيران بنفس الاتجاه هما عمليا عموديا على بعضهما البعض ومن ثم عليك اختيار اتجاه الاتجاه لذا نختار الاتجاه الذي يكون عموديا على كلاء المتجهين لهذا الاتجاه ونستخدم قاعدة اليد اليمنى لأنه عمليا هناك متجهين يسيران متعامدان على متجهين آخرين في نظام ثلاثي الأبعاد على كل حال لقد نفذ الوقت سأتابع الحديث عن هذا في الفيديو التالي وسأقارن بين الضرب الاتجاهي والضرب القياسي أراكم في الفيديو التالي إلى اللقاء